تعالوا مع بعض نعمل الماكارونا النجريسكو بالمشروب هتقوليني لا فراخ ولا لحمة المشروب بروتين نباتي آمن ماديرة على الشاشة إزباكتة مشروب طوازة وزي الفل معلاتين من الكريمة اللباني معلات هاريسة حلوة جبنة مزارلة زبدة طبقه ده جميل جدا على فكرة تعالوا شوفوا نعملوا مع بعض إزاي أول حاجة هعملها أسلق الماكارونا أخذ الماكارونا خلاص إيه الجمال الحلو ده فيونكا أنا أخذت الزمية كده فيه مية بتغلى على النار الطبيعي لما نيجي نسلق الماكارونا بنحط معلقتين من الزيت والماكارونا دي هتتسلق نص سوا مع شوية ملح زي الفل وننشل ده كده وننزل بيها في قلب الزيت في قلب المية آه زي الفل ونسيبها على النار شوية حلوة أولا ناخد الطرسة بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده وعا النار زيت زيتون مع معلقتين من الزبدة ده لا ده رزماري يا غالي ده رزماري أنا حب دايما الزيت أو الزبدة لما تاخد طعم الزعتر والرزماري بيبقى طعمها لطيف وجميل أوه الماكارونا على الشاشة ماكارونا إزباكتة مشروم طازة لو ملاقيتش الطازة هات العلب بس لما تجيب العلبة تشوفي تاريخ الصلاحية عليها وتشوفي مادة اللحام اللي موجودة فيها ومعنا بصل والتوم حلوة أوه طازة على النار تسخد شوية معايا معلقتين من الزبدة زي الفل تمام والبصلية الحلوة الجميلة والتومة الحلوة ونيجي العم مشروم تعال يا مشروم بديل للحوم اه تعطيع الحلوة المعتادة اه بالشكل ده كده اه حلوة اه المشروم ليه طريقة في التعطيع شخصيته تباين خلي بالك المشروم دلوقتي مهم جدا ومفيد جدا تعمليه صلطة على البارد بزيت الزيتون والتوم تعمليه مع مكرونات تعمليه شربة تبقى لطيفة وجميلة بما ان المشروم معانا تعالوا نقول حكاية عمل المشروم سوب تعامل ازاي المشروم بصلية نعمة التومة نعمة يتشوح على النار ننزل بواحد كوب من الحليب وبعدين ننزل بالكريمة اللباني لو عندك شربة فراخ اهلا وسهلا شربة لحمة اهلا وسهلا كده عملنا شربة المشروم بالكريمة مشهورة ببعض الفنادق والمطاعم بنلاقيها في القبن بوفيه تتقدم البوفيه في المرتبة الاولى المشروم اتقطع وجاهز حلو قوي بصلية اخبارها ايه مع الزبدة هو ده الكلام اهو ننزل بالبصلية الحلوة الزبدة بتساعد على تحمير البصلة سريعا اللهم صلى عننا بي اهو زي الفل شوية الزعتر الحلوين للبصلية معانا عشان عينينا والبصل الله الله ما صلى عننا بقاوة التحميرة دي مهمة جدا دايما ونت بتحمر البصلية حط معلات زبدة مع الزيت معلومة غير معلومة عالي لو لماذا اهو شفت البصلية بديتاخد لون ازاي اهو بطبيعة الزبدة على طول بتضي الاحمرار عشان كده جوز الحمام لما بنعملهم محشي بنحط معلاتين زبدة على جوز الحمام قبل ما ندخلوا الفرن بتعملي دي كروم حلو حط معلاتين من الزبدة مع العسل النحل مع البابريكا مع الفلفل ومسيك اديكم الروم اعملوا له مساج من بره ومن جوه هياخد اللون البرونز الدهبي سريعا اهو شفت الجو ده كده اهو معلومة غير معلومة اهو اهو بصلية توماية تنزل معنا اهو حلو اهو المشروب اغباره ايه المشروب شاكله يفتح مص المشروب يا شفيق مص المشروب ابيض من بره ومن جوه اهو 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 بجد سعبان عليها حطه في الطواصر عايز اكله ني كده اهو اهو ايه ده ايه ده اهو سلوغان اهو اه ايه ده ايه ده اهو 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 يالله حبيبي اهو نقلب يالله الله مص الله يقلب اهو نجرسكم بالمشروب ما شيف ما سمعناش عنها دي جرابي ويدوقي اهو حلو اهو زي الفل تعالي بقى لي ليه اهب ده اهب ده معالتين من الدقيق الله عليك اشيف وسع كده باشا كده كده اهو شوف ها عمل ليه بقى دلوقتي اه اه هده الخبرة التهوية بتلعب دونها زي الفل يا عم مش شيف اه عايز اعمل شوية white sauce اعملهم ازاي وانا شغلت كده زي الفل حاضر يا غالي هنفتح فرن دلوقتي ونبص نشوف الدنيا عامل ايه وانسيبه دي مع الزبدة كده عيش شوية واحنا شغلين مع بعض معنا الجبنة المزارلة زي الفل انا بعمل white sauce في قلب المشو حلوة المكرونة اخبارها ايه عم مش شيف اه اه انا عايز استفيد بالمية بتاعت المكرونة دي تساعد معايا في الايه في البشاميل او السوس بتاع النجريسكو ايه فكرة النجريسكو دي بقى فكرة النجريسكو ان هي بتاخد جبنة داخل المكرونة مع ال white sauce او البشاميل وتاخد جبنة على الوش بتبقى كده مكرونة جبنة في جبنة اه شوفت اللازم بتتسلق كده اه اه عينية الفرن بص على الفرن يا غالي بص على الحلاوة ايه الجمال ده ايه الدلع ده الطحينة بدأت تتكرمل بتديني لون بص عليها كده بتغلي بتتناق ايه ده ايه الصورة الحلوة اللي بتسبق الكلام ده ايه الجمال ده هو ده قافل يا سمسك تعالوا نشوفوا المشروب اخباره ايه ايه ده هو ده شفت الزبدة مع الدي اه بحمر كده واحدة واحدة كده اه تبدأ الزبدة تسريح مع الدي اه 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 ونقلب ده كله مع بعض اه اه تقليبة دي مهمة جدا اه بعمل قوام للمشروب اه نقف محطة هنا ونسمعها محطة الابداع دي شربة المشروب بالكريمة تتعمل كده لغاية دلوقتي احنا بنعمل شربة المشروب بالكريمة خلي بالك اه تحمل الزبدة مع الديه والمشروب في قلب الطاصة اه وانا شغال كده اه 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 وهدي عليها شوية كده لغاية لما ديه يتحمر شوية عشان يديني لون ويديني طعم والعود الزعتر والوزماري في قلب المشروب خلاص خدنا اللي احنا عايزينه منه نشيله كده اه ونقل اه ملح وفلفل اه تمام الله عليك اه ونقل برضه تقليب سريع معانا حليب حلو قوي جميل قوي اه يلا اه بس خلاص نقل كده شايف تتجوده كده اه لغاية لما تتأكد بقى مزيج واحد كده وكل ما يتعرض على النار هو ده ننزل تاني بالحليب سواء بتعملي بشامل سواء بتعملي ويد سوس تنزل على ثلاث مراحل المرحلة الاولى تثبيت القوام الدقيق مع الزبدة على النار علشان كله يختلط مع بعضه المرحلة التانية بفك الدقيق بالحليب المغلي المرحلة التالتة بتحكم في قوام الويت سوس او البشامل بعمل مكارونة وبعمل بسطة يبقى الويت سوس او البشامل هنا خفيف بعمل خضار يبقى الويت سوس او البشامل هنا تقيل اه زي ما انا شغال كده اه اه انزل بالشوية الحليب التانية زي الفل اه واسبهم على النار ياخدوا غلوة هو ده اه زودت حليب زيادة وشربة بقت شربة المشروب الكريمة اه زي الفل حاضر هنفتح الفرن اينيا افتح يا سمسم نشيل حاجة دي من هنا ونوسع للحاجات الحلوة والحلويات اللهم صلى على النبي اهو بص على الحلوة اللي هتطلع من الفرن دلوقتي بص على الحلوة اللهم صلى على النبي المكارونة اخبار هي ايه اه يلا حلوة تعالي يلا فين فين على فين يلا هنا هنا اهو اهو العب يلا اهو 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 صفيها والمية جيدا اهو تنزل هنا اهو ده اهو اول مرة تشوف النجريسكو بالمشروب والمكارونة بتاعتنا تنزل كده حلوة قوي بناخد شوية مية من مية المكارونة تشارك يلا ونقلبها كده الله ايه الطبقة ده يجي شيف ايه الطبقة الحلوة ده لا فريق لا مفوش لا فراخ ولا لحمة ولا سماء اهو والمشروب يجي فوق ناخد نص الجبنة يا عم الشيف تنزل فعل بها نص الجبنة المزرلة ونقلبها النص التاني ونحطه على الوش ونقلب خلصت النجريسكو هل النجريسكو بالدجاج نفس الطريقة اهو استبدال المشروب بفراخ عندك صدر فرخة يا باقي من الملوخية مبارح اعملي نسير واعملي مكرونة نجريسكو بالفراخ للاولاد يبقى طبقة جديد بطعب تاني عندك صدر فرخة ني عادي جبيه قطعيه شرايح كأنك هتعملي شاورمة وحمريه مع البصلة والتومة وتعملي نجريسكو بالدجاج عندك ربع كده سجوء في التلاجة طلعيه واعملي نجريسكو بالسجوء عملنا قبل كده نقلب التقليبة الحلوة دي كده نجيب الكسرولة لا تخش الفرن اللهم صلى على النبي معانا هي زي الفل تعالي يا حلوة اه عنية حاضر اه ناخدها زي ما هي كده اه يلا 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 اه 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 النجريسكو تتناغم مع مشروم بروتين نباتي امن اه نعم لا لازم اسبكتة النجريسكو يفضل المكرونة نوعية اسبكتة بتنفعش البنة البنة دي تتعامل مع السيفود تبقى حلوة اه ناخد الجبنة دي كده اه معانا وقت اندخلنا الفرن زي ما انتو حبين انا معاكم عينية اه 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 الرشة الجريئة من الزعتر وخلصت الحلقة بتاعتنا ببساطة وسهولة وطلعنا بتلات معلومات مهمين جدا للامانة اربعة رقم واحد وانت بتقطع الخضار لتاجن الخضار بتاعك خلي الخضار كبير عشان تبان شخصيته في قلب الكسر الله دي معلومة المعلومة التانية لما تحط الطحين على النار لازم تكون في مياه مغلية عندك عشان تديك الكوامل اللي انت عايزها حلوة قوي ده اللي يخص تاجن الخضار المعلومتين التانيين اللي يخصه طبعا طاجن النجريسكو بتاعي الماكرونة تتسيل النص سوا وتكمل سواها في قلب الصوس اللي هو تابع ليها اللي هو المشروب مع الكريمة اللباني ده مهم جدا على فكرة رقم اتنين في الطاجن النجريسكو بتاعي الجميل الحلو لازم المشروب يتقطع بطريته علشان تبان شخصيته مع الماكرونة بتاعتنا حلقة النهاردة فيها بساطة فيها سهولة فيها مرونة ولكن الطعم مميز وقدرنا ان احنا نردل كل الازواء وكل السادة المشاهدين عملنا طاجن صيامي لطيف وجميل اللي هو طاجن الخضار بالطحينة وعملنا النجريسكو بتاعتنا هنطلحها من الفرن عينية حقادر اطلحها زي الفل ولكن عشان للامانة لازم تتحمر شوي عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين معنا خطوات العمل ماشية ازاي المصداقية والشفافية ده شعارنا على شاشة التلفزيون المصر انا اخد ديه زي ما هي كده ديه عايزة تاكلها ممكن تحضرها كده لغاية لما ولادك يقربوا يجيطلعوا من المدرسة وجوزك يجي بالسلامة من الشغل دخليها الفرن تتحمر وتقدميها بألف هنة وشافة حلقتنا النهاردة فيها شوية سهولة وشوية مرونة ولكن فيها خبرة طهوية مش من فراغ خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على الطبق من الالماس رؤية فن ابداع بنشوفوا كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو